اشتركوا في القناة 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 متأكد من الكلام دا؟ طبعا يا فندم هو مستر ناديم كمال اي حد دا من اهم الجسس اللي عندنا ولو كان جيه مياه فعلا انا كنت اكيد شفته يا سيدي ما يمكن جيه وحدرتك كنت موجود في حد تانية يا فندم في حالتي الضيوف الفي اي بيز حتى لو كنت موجود في المكتب بتاعي زميلة بيبلغوني علشان اجيب نفسي ارحب بيوم ومعتقدش حدرتك ان في حد مهم قد ناديم بكمال ايوه ساعدتك بس كاميرات المراقبة بتثبت انه طلها الدور دا بالتحديد وطالما ساعدتك ما كانش يواخد قوضة او سويت يبقى دا المكان الوحيد اللي ممكن يخش ساعدتك ليه فندم؟ ما ممكن حضرتك يكون طويلة يزور حد في قطو وبشكل برايفت ايوه بس كارت الاسنسير ساعدتك ايوه طيب شكرا يا سيد تحت عمرك بس انا اللي شغلني ساعدتك ازاي ناديم كمال هيحصل على كارت الاسنسير اذا كان هو كارت ايه يا خالد كارت ايه هو اللي زي ناديم كمال دا هيغلق في كارت احنا اللي همنا دلوقتي ان معلومة زي دي تقوش كوكنا انه كان موجود ساعة توقوع الجريمة مش هيقدر دلوقتي يقولنا انه كان طالع اكزيكتف كلاب علشان كان عنده اجتماع علشان يقابل حاج اقراني بقى عليك ساعدتك بس ساعدتك لو ناديم كمال عزبت فعل انه كان موجود في اودا او سويد بتاعت اي حد ليه تشاوم تاني ما قولنا نفرد نقول يمكن ربنا يكرمنا والله بصمته عالسلال يمكن ساعدتك تقول يا رب يا رب ساعدتك مع الباشر ايه يا عمال ساعدتك احنا اخدنا ازني ميابة فعل مفنم حطينا نمرد حت المرابع بس ما اتقلش مع الباشر المرابع دي هتوصنر حاجة يكون حذر جدا مع الباشر وحبتتكلم ليه تشاوم انت راخر انتو في ايه نحل عليكم النهاردة دلوقتي ايه انت مرات ناديم كمان يا سيدي ما تتقمسش قوي كده دي مجرد فرضية سوما انت بطول اساسا ايه اللي هيخليك تبقى حذر قوي وانت بتتكلم في التليفون هيجي في دماغك يعني ان في حد يجرؤ انه رأبك لا مع الباشر صح 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 ولا لا يا عماماد صح مع الباشر مع الباشر لما جينا نشوف لست المكالمات ومسجلة على التليفون يا سعدك لقينا حاجة غريبة او مع الباشر ايوه بقى اقول لي حاجة تفرح تايا ما تفرحش يا سعدك مفيش اي علاقة فاندك مبين اي مكالمة سجلناها ورقم مديم كمان اللي عم دينا طوية طوية ما دي حاجة متوقعة اكيد بيتكلموا بعض على نمر ترايفت انت بقى باذن النيابة اللي معاك ده تقدر تطلع كل ارقام التليفونات اللي تخصوهم في كل الشركات المحمول وتعمل لها تعقب ومرابة اكيد فمرة من المرات حنصطدقهم هما بيكلموا بعض بهم مش معقولة يعني مبيتكلموش غير واجعا لوجعا احنا بس نصبر شوية وما نستعجلش في الاستنتاج ابوس ايديكم حاضروا معالي باشا على مون ساعتك احنا عرفنا النهاردة بليل انها تروح الجنة هي ورمز من المحامل اكيد معالي باشا عشان يعرفوا يعملوا ايه مع الواد طبعا هنسجل الكلام ده جا عرف انا تمام تمام يا عماد تمرني سعيد اكيد ان شاء الله ربنا حيوفقنا في القعدة بتاعتهم دي وحنوصل لحاجة اكيد عيكونوا بيتكلموا على راحتهم او خلونا نتمنى ان هما يقودوا يتكلموا على راحتهم وليه تشاؤم يا باشا ما تخليك متفائل زي ساعتك ماشا يا سيد بعد تحدي ساميره طلعت هي فطريق معالباشا تحب نوديها على المكتب على طول ساعتك لا انا مش عايزة تحس ان في اي حاجة مريبة خليه فاهمة ان يابا عوزها علشان تتعرف على حاجة تخص صافي سليم في السويد بتاعها طيب هوم انا ابص على الشريف راسخ وارجعلكم على طول اخبروا ايه الواد منذوب المبعدة معالباشا تليفون مقفول وقالهم افتحه نجيبه لساعتك يا باشا طيب انا مش عايزة قبل ساميره طلعت الا الواده تحت ايدي تعليمات معاليك يا باشا تمام يا فن اه كمال ايه اخبار برساعد كله تمام ساعتك بعطونا تقريب المعلومات اللي عرفوها لحد دلوقتي الراجل الامريكاني نازل في فندق هيلنان والمفروض ان الصبح طلع على المركب اللي مسافر اوبروس والنهاردة الصبح كان في شركة الشحن بيخلص اجراءات شحن سنديق سنديق؟ يعني ايه؟ سنديق ايه؟ والله التحريات بتقول ان هي موبيليا اشتراها من دميات من دميات؟ وده ليه امتى ان شاء الله يشتري موبيليا من دميات؟ ده راجل المفروض انه اول مرة في حياته بيجي مصر فضل قاعد مارزوع في القوضة متحركش منها طول فترة اقامته اعرف من ان بدوميات والموبيليا الفضوميات وبعد المركب اللي طالع فيها دي بتحمل فوشها تلاقيه على رصيف المينة يعني ولا المفروض في حاجزة قبلها قبل ما تسافر بفترة مش جايز حتى كباشا يكون ده السبب اللي خليه ما غدفش القتيل عشان يتم الصفقة دي يا سيدي كاتب في ورق القتيل انه جاي الغرض سياحي وبعدين ده جاي طرازان لا في شركة معاه ولا مرافق سياحي فجأة يبقى مهتم بالموبيليا الفضوميات سنديق دي فيها ايه؟ في ده شعادتك مقدم ناجر حاجة واحدة بس بصميته اللي على السكينة ويدي شوية بصميته على السلاحة الجريمة دي شوية عايزين نتصرف بسرع بيقولك مسافر بكرة عايزين نتعامل معاه معاه الباشر الراجل ده امريكاني وحيك اعلى من عارفين يعني لازم يبلغ السفارة الاول ساعة ده اه وعلم السفارة تبعت المندوب والمندوب يحط مناخيره في الموضوع ويقيمه الموقف يكون الراجل خلع بالسلامة لا لا احنا نعمل الصح ونحط ايدنا على المشتبة فيه حتى لو غلطنا في الاجراءات احسن ميت مرة من احنا نمشي صح والرجل يفلق بالمركب على ايه مصيبة ونعرفش نجيبه تاني انا عاسب ساعتك اذا شايف يعني بعدين زي ساعتك ان الوضوع ده هيعمل لنا مشاكل انا باكترح يعني ان احنا نبلغ الاول وبعدين نشوف ساعتك هنعمل ايه خالد بيه انا مسؤول عن القرار اللي باخته اه منك ادش وبعدين ما احنا هنمشي القانون احنا هنعمل المسكرة بتاعت التحريات وحنعتمدها من الادارة وحنرفعها للنيابة علشان تعمر بضبط وحضاره بس علم الاجراءات دي تخلص انا عاوزك تتفضل تروح على بورسعيد وتجاب للرجل ده من افاه وانا المسؤول بكرر بس امهم انك انت اتصل بالمدرية بيوم هناك علشان يفضلوا حطين عينهم عليك حد انت مطروح يوم ركا باشا نحس الموضوع مش سهلة باشا كرايا خالد بيه احنا هنبقى خرقين علشان امريكاني ولا ايه ما قولت انا المسؤول اللي اسف ساعتك انا عارف الموضوع مش هقدي بالسهد بس هنعمل ايه يعني بس مدوا على صلاح الجريمة الله لازم تطلع ليه انت بحاجات كده طيب بص انا جات لي فكرة علشان نأمن نفسنا وبرده تقدر تروح تاخد اقواله بشكل رسمي وهنعمل ده ازاي ازا كان ما حصلش من اساسه هنجدف ورق رسمي دي صمعة اوتيل يا باشا هو انتو ضد الكسب بشكل عام ولا ضد الكسب بس لما يبقى في ورق رسمي على فكرة انا وفقت بالصعوبة ان انا اقفل كل الملفات اللي فاتت علشان مفقدش تركيزي في القضية الرئيسية لكن لو تحبوا حضراتكم ان احنا هنفتح كل الملفات انا ما عنديش مانا اه وبعدين سمعة الوتيل ايه اللي حضرتك بتكلمني عنها بعد كل اللي حصل ده انتو لو قلبوكم على سمعة الوتيل فعلا يبقى لازم تتعاونوا معانا علشان نحط ايدنا على الارتكب الجريمة المنايلة دي وبسرعة على فكرة اللي بقوله ده مش اقتراحات ده واقع ولازم كلنا نتعامل معا اعظن كلامي واضح ايوه بس اللي حراك قلته ما حصلش مين اللي قل سياد تكد اتفضلوا معايا وانتو تشوفوا بنفسكم اتفضلوا معايا يلا ما حصلش اه صاحب خاطر ساعاتك ايوه دي الاودة اللي كانازل فيها الخواجه يا كوبوي تمام، ساعات إيوه بس يا أخي واضح انه بهدلها اخر بهدلها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تشكله كان ساكران طينا هو فاكر نفسه ايه فاكر نفسه مين عشان امريكاني يعني حيبافوه القانون لا احنا اسفين جدا هو لازم يحترم قوانين البلد اللي هو جاي يزورها مش يحترم قوانين البلد اللي جاي يزورها مش يبقى محترم كده ده جلال هو احنا نستجري ان احنا نعمل كده في بلدهم ولا ده جزتنا مثلا يعني علشان كنا محترمين معاه واتعملنا معاه لمنتهى الاحتراف مالديش حد فينا ابدا من القتيل يعني انه يشيك على القوضة قبل ما الراجل الخواجر رزل ده ما يغادر الموظف بقى اللي ساب ويمشي من غير ما يشيك وراه بتعمل له جزت والمحضر ده اتعمل امبارح في اسم قصر النيل ولا اخلت بايه حصل ساعدك يا باشا ايه اللي حصل بتعمل له محضر يا باشا فيه في اسم قصر النيل ساعدك يبتعني حاجة من عندي ده كلامي ده كلامي ثانية واحدة القتيل عن نفسه ابتلع الاهانة القتيل ابتلع الاهانة قالك مش مشكلة ما هيش يعني اول مرة حاق حد حيهنى فيها ولا حاجة عادي انما اللي مش ممكن القتيل يسكت عنه ابدا هو حق القتيل في تعويض هذه التلفيات القتيل كمان مستعد من نتصالح معاه من منطلق انه اول مرة يزور مصر ومصر دي بلد من الضياف زي ما كلنا عارفين ونرحب دائما بسادة السياح والزوار ولكن في اطار من احترام الشرعية والقانون اول كفاية كده ولا اخش على الحمام بقى ايه يا بابشا لا كفاية اول طب اخش على الحمام لا كفاية كده لا حمام ولا غيره طب المراية ولا مراية ارجوك صحب صراح القتيل ده شيك استاذن حضرتك معلش الله حظاك مرحباك دي استن دي بقى خالد دي ايام الكاراتيك كت بتعدي بقى استنوا استنوا شفت حتنسيني حضرتك كنت حتنسيني امال انا ليه دايما بقول ان اللي مالوش في الشرب ما يتنيلش يشرب ليه بقى شربها كلها ومرضيش انه يحاسب على حاجة اهو كل ده مرضيش يحاسب عليه طب اللي قلتين يعني حيصرف عليه حرام دي فلوس مستثمرين غلابة عنزنا حضرتك لحظة كده طب افرد بقى ساعاتك النيابة بعتت الراجل ده للطب الشرعي والطب الشرعي للاقى سكران ولد يولو يبقى هي الموقف استحالة اقول لحضرتك ليه حضرتك لو رجعت قائمة الروم سيرفوس هتكتشف ان اخر حاجة طلبها الخواجة الرزل ده مع اخر عشا ليه كانت زجاجة خمر كبيرة فاخرة فده يقول لحضرتك ايه يقول لحضرتك انه لو تعمله اي تحليل دم هنكتشف ان فيه نسبة كحول عالية في الدم وحتى لو ما كانش شرب الازازة كلها فده برضو دليل على انه شرب من النوع التقيل بس اقول لك حاجة سؤالك حلو بجد سؤالك حلو ويدل على حاسة امنية دقيقة ورفيعة المستوى بس انا برضو حب اقول لك ان النيابة لما تيجي هتهتم اكتر بكتير انها تلاقي تفسير لوجود بصماته على السلاح الكريمة سؤالك 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 وهو و هو دا لو كان حاصل كنت ردت عليك اساسا ولا اعرفك والله طيب هي دي أصلا تأخذ خدمة سلطة الغشمة شفتي شفتي هديك أولتيها أخيراً أهو أيوة أخيراً أول ست ما تستعجليش كلها ساعة وموضوع بصماتنا دين كبال ده يتحس بيك علي أول ما ينفع أن الموضوع يتعرف هتكوني أول واحدة تعرف وده مش حقق القانوني إنما ده حق الجدعان يعني الحجاهي ملهاش علاقة مهتم كمال هم الإسر السعادة في سودة ها إيه يا باش مش هتقولي حاجة حتى لو مش للنشر لا وعلى إيه طيب ما قولك حاجة للنشر مجد يعني هتجيني بفرد الجنون بتاعي طول عامري بدحكلي جداً الأوس الصحفي بتاعه نحنو ننفرد ما بيفعنيش أكتر منه بقى غير موضوع حصرياً اللي طلعلنا بها الفضائيات دلوقتي بس كبا يا مجد أنا للنشرات الحديد لأنسباء المرادة لو أنا سأت من قاعد الحوار من عشر في السن سأخبروني لأي كل ما شاء هم أنت عارفة أنت لو كنت برأتي وطلبت مني الطلب ده أنا كنت طلعتك في التليفون أولاً أنا مطلبتش منك حاجة وتعليم أنا مش عاريت عشان أتجاول الظبط بباحث أصلاً لا والله أنا كبا مش عاريت عشان أتجاول الظبط مباحث ها ايه لأ حكاية شريف راسخ دي تنسيها خالص حتى لو كنت بنت رئيس تحرير الاهرام شخصيا مش هتاخدي مني اكتر بالله ياخده اي جورنالجي زميل اه ايوان يعني لكيشير باعت وقد طرح همقدر بصول انا التحقيقات الان جارية والكلام دي يعني فيش اي حاجة كتيرة هقدر انشورها دوني عم كل الناس دي والله فكاري بقى يعني انا لو مسك رضيه زيدي وقدام المعلومات الامولية خلي بالك انا بقول لو لو انا ساعتها مش هتعامل مع شريف راسخ باعتبره متهم لكن ممكن مثلا هتعامل معاه باعتبره شاهد لكن ارجع وفكر تاني واقول لنفسي الله طب شاهد على ايه هو ما كانش موجود ساعة وقوة الجريمة يعني شاهد ما شافش حاجة يعني انا لو مسك حضيه زيدي ممكن بالكتير اتعامل مع شريف راسخ باعتبره مجرد مصدر معلومات حول ما حدث قبل وقاء الكريمة وانا لو بدرس قطير زيدي وقدامي قول المعلومات الامولية ايه خليه اتعامل معك يعني مثلا ممكن يكون المعمل الجنائي ملقاش بصناته على سلاح الجريمة وممكن يكون الشهود اكده انه من ساعة مساب القوتيل ما رجعوش تاني وممكن مثلا يكون تم الابض عليه في جامع قريب من مدافن قسرته وشهدت الشهود متأكد انه فضل في المكان ده من ساعة مساب القوتيل يعني اخذ من كلامك ان المعمل الجنائي لابا صباح تنزيلت معا لسلاح الجنة هو انا قلت جدا هو انا قلت ان اخذت جدا احاق مكان النفس هيدا انا او انا مش هفكر لازل ايه لقاء اه الالتليفون المصبوب مرفوع عن موقعات عمير خدمة رجالة في الصانع المغربية شريك راسخ مين انا مش حاسب سمع شريك راسخ انا معرفش حادة بالقسم ده انا مداشرك راسخ اتا دعوك تاني انت مش قليت باقوالك وخلاصة مش يكلموا حد من اهلها يتعرف على العزيك تتعرفت عليك وهم اهلها في ايه ولا في ايه بس يا مام لا يكونوا فعوانهم بتلاقيش يا حبيبتيها مرحلة وفتعد المهمة بس ان احنا نوصل لمن العمل الجريمة الباش عزي يا ربي يا بنتي عشان نخلص تفتك فيها نخلص احنا هدوم البتدان يعني ايه نفيش 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 هلو استاذنا يا استاذ غانب استاذ الكبير لا يا استاذ التعديلات وصلت ورجعت عليها بنافسي زي مساعدتك عايز بالزبط لا 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 طمم انا كنت بصراحة بكرمك عشان حكاية تاني خالص كده طقت في المال ايه يعني استعين بيك كده طالما شهيدك مفتوحة عشان تسعفني باسلوبك الادب الجميل ده احنا جات لنا معلومات اللي شريف راسخ التقمة اللي موجهله في اكل صافي بعيد عنه خالص اراحة لحد تاني ايه لا متأكد طبعا متأكد هننفرد بالخبر ده بكرا الصبح ان شاء الله عشان كده انا كنت طالب من ساتك تكتب لي بورتوريه كده قدي خمسمائة كلمة بورتوريه قدبي كده بلغة الجميل الرصينة دي هجيب كمان يا سيدي الدكتور الشهواني مستاذ الطب طبعا نكتب تحليل عن شخصية شريف دي هو طبعا الشهواني وفي خيره ده اسم على مسمى عناية ساعة كويس طبعا عشان خطرك ساعتين بس خلي بالك الصفحة مستنياك تؤمري مع سام ساعتك من ساعت ما جاءنا واني بتسمى الهربا دي ما تبنيتش واش ولا كينو متان فقط او بيستعبت اللي ليه دور في اللحظة اللي الفرحي هو انا فيش حد مسؤول عن سعارة حد او تعزت حد الانسان هو لا بيسنع قادره بنفسه هي دي خلاصة تجربتي في الحياة وانا كمان مقدرش غيش نفسي وابتهم ناديم كمال ده باي ان كان اللي عمله من السبب تاعسلي يا دكتور فوق بقى وافهمني لو سمحت انت لو دلوقتي وجهت التهام لناديم كمال قدام النيابة انه كان ورا محاولة افساد علاقتك الزوجية بارسال سي دي يتضمن كليب فاضح ليه مع المرحوم امراتك وقت ما كان فيه بينهم موضوع الزواج العرفي ده انها بقى هتستدقيه وحتحقق معاه رسمي وحتواجهه برسائل التهديد ان صافي سليم الله يرحمها بعتتهاله قبل ما تموت مباشرة خصوصا بقى انه كان فعلا موجود في الفندق وقته والجريمة توقصر ايه حضرتك بالوقت وفعله ايه يعني ايه بقى مش فهم يعني حضرتك لو بتعتبر ان الجريمة هي قتل صافي مراطي او زوجتني او في كل الاحوال اللي عمي عليها فالوقت ده معروف ويمكن التعرف عليه عن طريق الطب الشرعي انما لو الجريمة تمت قبل قتل صافي او بتاريت من السيدين طويل اللي قبل قتلها فده اللي احنا مفروض ندعم شوية في تحديده ومعنش ده كان الطب الشرع ايه برهب كل التقدم اللي حصل فيه ده يقدر يفيدنا في المجال ده او لا شوف حابط الزابط انا احتلابك منتظ صراح لاني استرحت لك ده لازم قبل ما نحدد وقت وفعله جريمة نحدد ايه هي الجريمة الاول مش بيقولوا فهم السؤال نص الجامع برضو تحديد الجريمة هي نص الطريق بتحديد الجامع ولا لا لا اهلا واضح ان ليه كلامي معجبك شوف يا دكتور انا بقى لي سنين طويلة في البويس وشفت تأثير الصدمة على ناس كتير اوان يعني شفت ازاي ممكن الصدمة تخليك تبلم او تخليك تنهار او حتى تخليك عدواني انما ان الصدمة تخليك لمض ورزل فبصراحة دي اول مرة تحصل لي العموم انت حر وده اختيارك الى جنة الخلد يا شريف يا راسخ ابتح يا ابن